من المنتظر أن تتقلص معروضات الخضر الشتوية تدريجياً خلال شهر السيام بسبب قرب نهاية موسمها مما سينجر عنه ارتفاع في أسعارها أما بالنسبة للقوارس فقد تشهد ارتفاعاً في أسعارها أيضاً نظراً لتقالص الكميات المعروضة وفق ما صرحت به مدير التجارة الداخلية خلال ندوة صحفية حول الاستعدادات لشهر رمضان وضعية التزويد إن شاء الله مش تكون عادية بحكم انتلاقة من إنتاج المتوفر والمخزونات التعدلية اللي تم إنجازها بعنوان شهر رمضان أما كما تعرفوا أنه بالنسبة للخضر واللي هي تشهد تأثر بالعوامل المناخية يمكن أن النجم وننتظره تم تذبذب وارتفاع في مستوى أسعار الفلفل والطماطم بخاطر هي كما نعرف انتجات بكتورات ومع نقص شوية في الأسم ده نجم يكون تذبذب مع ارتفاع الطلب بالنسبة لشهر رمضاني نجم يكون شوية ارتفاع في مستوى أسعار هذية وتم خلال هذه الندوة أيضا تقديم تظاهرة شهر التمور التي ستنطلق بداية من غرة أفريل القادم بهدف تزويد السوق الداخلية مع مراعاة الجودة وضمن أسعار تفاظولية السعر ليس يكون في حدود 5,990 للكيلو شمروخ أي الفروع البرانشية بالنسبة للتمور البث البراك هي معلبة كذلك في حدود 4,350 أي أنه حتى المستهلك العادي نجم يمشي يشري نصف كيلو معلب ببلفين ومئتين وتسعى وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى التصدي للتجاوزات والحد من الممارسات الاحتكارية خلال شهر رمضان من خلال تعزيز نشاطها الرقابي قريباً أحنا بسخروا حوالي 300 فريق مراقبة بسيكونوا موجودين على كامل فترات اليوم في مختلف حلقات مثلك التوزيع الفرقة ذي بسيكون فرقة قارة تقريباً بسيغطي 50 سوق جملة وتفصيل ذات الحركية ووفق وزارة التجارة وتنمية الصادرات فقد تم تعزيز منظومة المراقبة بتطبيقة جديدة أطلقها المعاد الوطني للاستهلاك كود أونلاين بهدف إعطائها مشتحرك أكبر للمستهلك في التعاطي مع مسألة شفافية أسعار المنتوجات ومنحه حرية اختيار الأسواق التي تتناسب ومقدرة شرائية ومن المنتظر أن يتم استغلال هذه التطبيقة بداية من الثاني عشر من أفريق